أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتظام العملية التعليمية في مئات المدارس الحكومية للذكور والإناث بشكل كلي وجزئي في مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة في وقت تؤكد فيه نقبة المعلمين بأن الإضرابة ما يزال مستمرا ما بين معترك الأحداق والمهج أن القتيل بلا إثم ولا حرج ربما يكون هذا لسان حال الطلبة وأولياء الأمور الذين وجدوا أنفسهم بين حجري رحل حكومة ونقابة المعلمين نحن كمعلمين أيضا عن أولادنا اليوم نحن نوصل رسالتنا لدورة الرئيس عدم العبث بالسلم المجتمعي رسالة المعلمين واضحة رسالة النقابة واضحة التنازل إلى حد ما نزول عن الشجرة شوي مساعدة المعلمين شوي حتى ترجع الأولياء الأمور يرجع أولادنا للمدارس نحن بدأنا الدوام من أول يوم من 1-9 وما أضربنا أبدا لأن أولا إحنا الجميع الكادر عندنا بالمدرسة على حساب التعليم الإضافي وبتصور أنه التعليم الإضافي هو مش تابع للمقابة طبعا إحنا أكيد كلنا مع المعلم لكن إحنا اضطررنا أن نعطي الطلاب لأنه أولا هم قرية قرية جدا نائية والطلاب اللي فيها ما يعرف يقرأوا ولا يكتبوا نستقبل الطلاب اللي بيجوا ما في مشكلة لكن امتناع عن إعطاء الحساس داخل غرف الصفية أزمة إضراب المعلمين مضى يومان على دخولها الأسبوع الرابع مع انتظام وعودة 15 ألف طالب إلى مدارسهم بحسب الأرقام الصادرة عن الحكومة وكسر مئات المدارس للإضراب في مختلف أنحاء المملكة إلا أن الأزمة لا تزال تراوح مكانها حد الآن في إضراب وإحنا طبعا مع المعلم وظاقفين مع صف المعلم بس ما في حل لهذه المشكلة نهائيا حد الآن تقريبا صنع شهر بالضبط ما في أي حل لهذه المشكلة عم يجيب الأولاد وبقولك عم يخلي الأولاد جوا في الساحة مش بالصف بحب أقول للوزارة أنه بعث الطلاب للمدرسة في هذا الوقت والوزارة طبعا مدركة وعارف تماما أنه المدرسة جميع المعلمين مضربين فهذا الأمر قد يدعو إلى أنه الطالب يكون ليس في مأمن في المدرسة ولذلك مع حرصنا وكلامنا أنه للوزارة دائما أنها تكون على توافق تام مع النقابة طلبة توجهوا إلى مدارسهم بعد دعوات ورسائل نصية وجهتها وزارة التربية والتعليم بضرورة انتظام العملية التعليمية إلا أن بعضهم عاد إلى البيت بسبب استمرار إضراب المعلمين مطلبنا مشروع وقانوني ومن في المقال نقيبنا نجوعهم معا أو نشبعهم معا نحن المعلمون أبناؤنا وإخواننا ومن لحمة هذا الوطن نحبهم ونحترم ونجلهم أنا كيف أرسل أبنائي إلى معلمين لم يأخذوا حقهم إلى معلمين لم يرد لهم الاعتبار أهينوا ويطلبون اعتذارا من الحكومة كيف ينظر ابني أنا بصراحة لا أرضى أن ينظر ابني إلى في عين معلمه وهو لم يرد للاعتبار له وفي خضم القرارات الحكومية والبيانات النقابية يتساءل المواطنون أين سترس أزمة الإضراب وهل ستجري الرياح بما تشتهي سفينة الحكومة أم المعلمين ترجمة نانسي قنقر